أربعمائة وتسعة وثمانون ألف شخص نزحوا منذ يناير الفين واربعة وعشرين في اليمن وفق تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للسكان بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي والتقلبات الطقس التي تسببت بأمطار غزيرة وسيول جارفة وبحسب الإحصائيات أن بين نازحين 93.8% تأثروا بشدة أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ بينما نزح 6.2% بسبب الحرب وأنه من يناير إلى سبتمبر 2024 قدمت آلية الاستجابة السريعة التي يقودها الصندوق إغاثة طارئة منقذة للحياة لـ 86.5% من المسجلين للحصول على المساعدة في عشرين محافظة ومنذ مطلع أغسطس الماضي ازداد معدل هطول الأمطار في عدة محافظات مما أدى إلى وفاة نحو 210 أشخاص وتضرر مئة الآلاف جراء السيول خصوصا في مخيمة النزوح مراقبون يأكدون أن السيول الأخيرة ضاعفت من احتياجات النازحين حيث عملت طواقم الاستجابة السريعة في ظروف صعبة ما أدى إلى سنزاف الموارد والامدادات المتوفرة الإغاثية للأسر النازحة التي تواجه تحديات كبيرة خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء النازحون في اليمن فقدوا مصادر عيشهم والاستقرار الذي كانوا ينعمون به وأصبحوا على شف المجاعة ولا يجدون مياه نظيفة للشرب وتفتك بهم أمراض خطيرة كالكوليرا وحم الظنك وشال الأطفال وفق التقارير الدولية وأن طول أزمة النزوح ونقص الموارد يحتمان على جميع شركاء العمل الإنساني من جهات حكومية ومنظمات دولية عاملة في المجال الإنساني التنسيق الفعال لمعالجة مشاكل النزوح الداخلية للوصول إلى حلول آمنة وأن استمرار الحرب يفاقم الأزمة الإنسانية ويحول دون التقدم نحو تحقيق الاستقرار على المدى الطويلة في اليمن